الاول او المنتخب الالومبي بحس ان احنا على اعتاب ازمة او تصريح لشخص ممكن ما يكونش عارف طبيعة الامور المتعلقة بالمنتخبات فبيصير ازمة الامر هنا متعلق بيرامي عباس محامي اللاعب محمد صلاح نجم طبعا منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الانجليزي الكابتن شوء غريب في تصرحاته كان النهاردة اتكلم على ان محمد صلاح على رأس اولياته في قائمة الفرعنة اللي هتشارك ان شاء الله في اولمبيات توكيو القادمة طبعا فيه تصرحات للكابتن شوء غريب لكن الاول طبعا نضمكه على الشاشة دي تويتر لرامي عباس نشرت اليوم على تويتر رامي اتكلم في هذه التويتر على فكرة ان مشاركة محمد صلاح في الاولمبيات خلال الفترة اللي جاية لم يحسم القرار في هذا الموضوع ولم يتم اتخاذ اي قرار بعد هي الفكرة بس اللي عايزين نوجه فيها تساؤل في هذا الموضوع هل رامي عباس لما بيكلم في هذه الامور هل بيكلم بناء على تنصيخ مع محمد صلاح يعني مثلا محمد صلاح هيز يبدي رأيه في هذا الموضوع فبيقول له رامي عباس فرامي عباس بيطلع يكتب تويتر في هذا الامر ولا رامي عباس بيقول وجهة نظره الشخصية او رأيه في هذا الموضوع دون الرجوع لمحمد صلاح انا بطرح تساؤلات مش بقول معلومات لان في النهاية كانت انشاءها غريبة لما اتكلم على محمد صلاح ما قالش ان محمد صلاح رسميا في القايمة قال هو على رأس الاولويات ولما بتتكلم على استفادة بتلت لعيبة في المنتخب كلال الفترة الجاية في أولمبياد توكيو طبيعي تقول محمد صلاح على رأس الاولويات لكن في نفس الوقت ما بتحسمش القرار لاني لسه الموسم ما انتهاش احنا بنتكلم في شهر اتنين أولمبياد توكيو تبتتكلم في نهاية ستة او شهر سبعة تبتتكلم لسه خمس ستة شهور محدش عارف بكرة المطشط ممكن لقدر الله تنتج عن ايه او ايه الاحداثيات او ايه النتائج اللي ممكن تطلع في نهاية الموسم بالنسبة لمشاركات اللعيبة الكبيرة اللي في المنتخب الاول انا ممكن احط تلك لعيبة في أولويات للفترة الجاية لكن بعد نهاية الموسم الاقي المستوى الفن اختلف لقدر الله فيه صبع فغير افكاري بالنسبة للمرحلة اللي جاية فالكابتن شوقي ما قالش بشكل مباشر صلاح معاه في القايمة قال على رأس اولويات المنتخب الاولمبي بالنسبة للمرحلة اللي جاية حتى يرجم كلوب اللي هو بقى المدير الفني المسؤول عن فريق ليفربول بالنسبة لمحمد صلاح لما سؤل عن مشاركة محمد صلاح في الاولمبيات القادمة وامكانية ضمه بالنسبة للمنتخب اللي جاي قال هنتظر للاجتماع بمحمد صلاح لحسم المشاركة في هذا الامر واتمنى عن مستوى الشخص والفن ان يكون اللاعب معايا في بداية المسم عشان نستعد للمسم الجديد هنا بيقول بقى رأيه في جزئية هنتظر الاجتماع بمحمد صلاح ما قالش رأيه لا انا عايز صلاح في الاستعداد للمسم الجديد مع الردز فبالتالي لا صلاح مش هينفى ينضم للمنتخب اللي همبي هنا مدرب واعي وعارف ازاي التصريح بتاعه يكون معناه ايه ورسالته ايه حتى وسائل العام الانجليزية لما صلتت الضوء على تصريحات الكابتن شوق غريب صلتتها في اطار ان محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب وان المدرب الوطني الكابتن شوق لما اتكلم قال لما تواصل مع محمد صلاح حتى الان ومن الممكن ان يكون اتحاد القرى تحدث معه فبالتالي محدش بيجزم في هذا الامر لكن في النهاية لما بيطلع معاه بيطلع مدير اعماله بقى على تويتر وبيقول لم يتم اتخاذ اي قرار بعد ونجم الريدز محمد صلاح لم يحسم قراره في المشاركة انت بتدخل صلاح طرف في موضوع لم يعني لم يأتي اوانه بعد وفي نفس الوقت ما تجزمش بحاجة الا لما تشوف في النهاية الاطراف المشاركة في هذا القرار المنتخب الولمبي نادي لفربول من خلال مديره الفني يورجون كلوب وايضا اللاعب محمد صلاح لكن هو التساول اللي بترحه في هذا الموضوع هل اي تويتر بيكتبها رامي عباس بالتنصيق مع صلاح هل هذا الموضوع النهاردة اللي كتب فيه لم يتم اتخاذ قرار بعد ولم نحسم مشاركتنا او مشاركة صلاح في الولمبيات مع منتخب مصر هل ده قرارك انت ولا قرار صلاح وبلغك تكتبه من انك انت محامي او مجير اعماله دي السرسارات وتساولات احنا بنترحها كاعلام عشان نفهم بس طبيعة التعامل والعلاقة ما بين مجير الاعمال مع اللاعب واحنا عندنا نجم كبير قادر امكان بنحاول نحافظ على علاقته الايجابية مع جمهور القرى المصرية ومع المنتخبات الوطنية سواء المنتخب الاول او المنتخب الولمبي ولازم في نفس الوقت مدير الاعمال او المحامي الخاص باللعب يكون عنده مسئوليات في اختيار التوقيطات المناسبة اللي ممكن يتكلم فيها اذا كان بيسعب بالفعل لمصلحة اللعب طيب الفترة الجاية يكون فيه جلسة بين الكابتن شوى غريب والكابتن حسام البدري بالنسبة للتنصيق في مسألة اختيار قايمة المنتخب الفترة اللي جاية لاننا عارفين ان فيه اجندة في شهر مارس المنتخب الاول عنده مباراة مهمة جدا مع توجو في التصفيات الافريقية الموهلة لكأس الامم في الكاميرون والمنتخب الاولمبي ها يستفيد بهذا المعاصق ها يعمل تجمع ممكن يكون فيه معاصق في دبي ممكن تكون فيه مباراة ودية عشان يقدر يستعد للمرحلة اللي جاية بالنسبة للاستعدات الخاصة باولمبيات توكيو 2020 طيب خبر مهم جدا بقى متعلق بمباراة السوبر بين الاهل والزمالك اتحاد ده كرة القدم اللجنة المنظمة للمباراة مجلس ابو ظبي الرياضي الكل بيأكد على هذه المعلومات نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير النادي الاهلي في استاد محمد بن زيد استاد نادي الجزيرة اللي هيستضيف مباراة الاهل والزمالك في السوبر هذا الخبر لما الاهل بيلعب في الامارات كل سنة في مباراة السوبر سواء مع المصر او الزمالك تذاكر المخصصة لجماهير النادي الاهلي بتنتهي في مدة قياسية عدد ساعات الجزء المخصص في الدرجة التالتة بينتهي في ساعتين ثلاثة الجزء المخصص للجماهير الأهلوية في كل المدرجات وفي كل الفئات المختلفة بينتهي في أيام قليلة فبالتالي ده إندل بيدول على الشعبية والجماهرية لجماهير النادي الأهل في منطقة الخليج العربي طيب جزء المتعلق بالتذاكر جماهير النادي الأهل الحمد لله يعني استنفذت أو حجزت كل التذاكر بنسبة كبيرة جدا لكن الجزء المخصص لي جماهير النادي الزمالك حتى هذه اللحظة بنسبة كبيرة لم تنتهي وبالطبع انت بتحجز ممكن بقى انت كجمهور الاهلي او العائلات بيحجز جزء من المخصص لجمهير النادي الزمالك وبيبقى بنشوف في النهاية الجزء المتعلق بجمهير النادي الزمالك بيبقى على اخره اللون الاحمر مكتس في هذا المكان جمهير النادي الزمالك على الجانب الاخر في جمهير النادي الزمالك بنشوف بقى بيبقى فيه اللون الاحمر مع اللون الابيض هو بقى جزء العائلات لو في عائلات فيها أهلوية وزملكوية ممكن بيتفقوا وبيحجزوا في مدرجات نادي الزمالك وبيعوضوا في مدرجات نادي الزمالك فبالتالي ده شيء متبع لما النادي الآلي بيروح للإمارات بتبقى الجماهرية والشعبية موجودة لجماهرين نادي الآلي في الإمارات بنسبة كبيرة جداً وفي فرق قياسي كبير جداً في هذا القبر خبر آخر أختم بي قبل ما استقبل الكاتب الصحفي والناقد الرياضي على الأستاذ عصام شلتوت تصريح مهم جداً للكابتن سامير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري سابقاً وتصريح في نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه في الفترات الأخيرة متعلق بتطبيق تقنية الفيديو والفيديو أسيستري فري المتعلق بتقنية الفار خلال الفترة اللي جاية الكابتن سامير بيؤكد على فكرة أن الحصول على الرخصة واختزال المعسقر في مدة 28 يوم ده مش هيكون في صالح التحكيم المصري وبيعطي مثال أن هذا الأمر لما تطبع في الدور الإنجليزي الناس قاعدين تشتغل في هذا الأمر ست شهور بل بالعكس كمان أو إضافة إلى ذلك الدور الإنجليزي استخدم التقنية أوفلاين لمدة موسم كامل عشان لما يشتغل عليها أونلاين قدر الإمكان الأخطاء المتعلقة بتكنولوجية هذه أو هذه الفكرة ما تبقاش أخطائها كبيرة فالكابتن سامير متخوف من فكرة أن الأخطاء الواردة أو الأخطاء التحكمية اللي ممكن تحصل بسبب التقنية ممكن لها يكون لها تأثير سلبي على المباريات في الفترة اللي جاية وقال إن البشر طبيعي إن البشر بيخطئ والحكم طبيعي إنه يخطئ لكن لما يكون فيه تقنية فيتجي وفيه أمر تكنولوجي لازم تدي له المساحة الزمنية الطبيعية عشان تقدر تشتغل في هذا الملف تصرحات كابتن سامير عثمان رايحة مع نفس السياق اللي احنا بنقوله بأنه فترة لكن في النهاية الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إن فيه عدد من الحكم ما يقرب من حوالي عشرين خمسة عشرين حكم